في كل مكان عارف طبعاً أنه ليلة رمضانية وصهر رمضانية لها طعم تاني خالص وأجواء تانية خالص مبروك مرة تانية لكل جماهير النادي الأهلي ومبروك طبعاً لزميلي السعيد بيوجوده معي النهاردة محمد سعيد بسأخير يا محمد مساء الفل يا أبو حميد إزايك وأخبارك وألف مبروك وكل جماهير النادي الأهلي مبروك عليكم بطولة كأس جديدة تضاف إلى قلعة البطولات ورصيد البطولات دائماً وأبداً يعني فيه رصيد متزايد داخل بقار النادي الأهلي في الجزيرة وفي الأفرع المختلفة مبرح الفرحة مش فرحة الكاس والبطولة دي بطولة الكاس رقم 38 ولكن الفرحة في تجمع جماهير النادي الأهلي يعني في أقل من أسبوع نشوف جمهور النادي الأهلي في مبروكة إفريقية وفي مبروكة محلية أعتقد ده إنجاز كبير جداً يحسب لي مجلس إدارة النادي الأهلي ولكل الإدارة التنفيذية داخل النادي الأهلي الحضور الجماهيري التشجيع المثالي الحماس المسندة المؤذرة بطولة مهمة جدا جاية في توقيت مهم وأعتقد الفترة اللي جاية إن شاء الله يمكن النتائج دي هتنعكس بشكل إيجابي على فريق الكرة هو داخل على مراحل مهمة جدا وكمان بطولة بطولتين يا أحمد فكرة إنك تلعب على نهاء الكاس وتكسب بيراميدز لكنها تلعب على السوبر وبطولة جديدة إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية يوم 5 مايو فيه أبو الظبي فهنيئا لكل جماهير النادي الأهلي وإدارة الأهلي والجهاز الفن واللعبين ولكل من ينتمي إلى النادي الأهلي وكما يطلق عليه نادي الشعب